خلفت الأمطار المتساقطة أيضا بولاة سطيف خزائر معتبرة بعد فيضان الوادي الرئيسي ببلدية ولاد تبان بسبب البنايات الفوضوية المحاضية للوادي ما جعل سكان المنطقة يقضون ليلة بيضاء ميكروفون فارس شايد الوادي البرح كي جاء تسكرت القانطرة مقدرشي لتياواتي عقبو فاض الوادي كي فاض الوادي راه واسه العشرة هذا وكل كامل دخلت لنا حتى الديار الوادي هاول كبير مني من الضغوطات ولا تفتح لما ما نقول لكش لا فتحوه ولا تفتح واحده ولا جاتنا لهنا أنا وليت فنصه أنا ولدي ملقيشو النهرب داتني أنا ولدي أنا كاربرتنا حتى لي ثثمية طرعت أنا ولدي في زجازة سرعة كارثة هنا بالفايضانية هذه دخلت لنا الحملة حتى الديار وقاستنا ما خلتنا حتى حاجة حتى صناد كتير النحلة للحيوانات متونة كين جيج كين عفيس بزيفة وفزدة الطرق التي من جهة المصالح والبلدية لبلدية تولاد تبان أكدت أنها تعمل على إحصاء المتضررين وستضعوا الحلول المناسبة بالتنسيق مع المصالح الولائية ما لبنى شمن عهد والله وشمن هذاك رام بانين في الويدان وبهم لي تتبت الكارثة هذه تعمل على الواد هذا شغل بانين في الواد قد قد صبحوا المواطنين نضروا وتم ديفية الواد ما عندناش خسائر بشرية جلينا المواطنين توعنا جليناهم وجملناهم في ساكن جملناهم واحدة الثلاث عائلات الثلاث عائلات الخسائر كانت تم عندنا مواطني اللي داتلهم الصجرة اللي داتلهم واحدة ديتلو لمعيزة تاعو والأضرار يعني المنازل واحدة العشرين منزل نطمنهم إن شاء الله هرانا وكفينا مهم فقط يعطونا شوية سبر برك رحنا ندخلوا وش عندنا احنا كبلدية وراحنا نرئس له السيد رئيس ديرا وسيد الولي رئيس ديرا راكين حاضر معنا وشبعينه ونرئس له السيد الولي إن شاء الله يعطينا حلول استعجالية إن شاء الله يعاون بحلول استعجالية في قرب